قصة المرؤة هذه القصة أخرجها الإمام الكبير سدنة الإمام البخاري رحمه الله تعالى أخرجها في صحيحه من حديث أمي عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ولعنة الله على من عادها قالت أمي عائشة رضي الله عنها وأرضاها أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤية الصادقة تأتيه كفلق الصبح ثم حبب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم التحنث في غار حراء فكان يخرج إلى غار حراء فيتحنث الليالي ذوات العدد ثم يعود إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فقال له وفي رواية فأخذني 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 فغطني حتى بلغ مني الجهد وقال أقرأ قلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد ثم قال أقرأ قلت ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني وقال أقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خديجة يرجف فؤاده وهو يقول زملوني زملوني فزملته حتى ذهب عنه الروح ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خديجة ما لي ثم أخبرها الخبر وقال لقد خشيت على نفسي يا خديجة فقالت أمي خديجة رضي الله عنها وأرضاها أبشر كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق إلى هنا أتوقف في سرد هذه القصة فالقصة طويلة وحلقة واحدة لا تكفيها ومركز القصة ومركز القصة ها هنا حين قال سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقص على أمي خديجة رضي الله عنها وأرضاها ما حصل له ويقول لها لقد خشيت على نفسي يا خديجة أجابته وقالت أبشر كلا والله لا يخزيك الله أبدا ثم نطقت بهذه العبارات القيمة الرائعة المتألقة المثالية المليئة بالحسن والوفاء من أمي خديجة لسيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكل عباراتها حق فقالت تهدئ سيد النبي عليه الصلاة والسلام وتطمئن قلبه وتبشره أبشر كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتؤدي الأمانة وتحمل الكلا وتكسب المعدوم وتقري الضيفة وتعين على نوائب الحق وهذه النقاط يا أحباب التي سميتها مركز حلقة الليلة هي تؤكد على مروءة سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم معالم وإشارات تؤكد على مروءة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وأنه خير من ربى وعلم على المروءة وأيضا نطق أم خديجة رضي الله عنها وأرضاها بهذه العبارات وهي بتتكلم مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يدل على مروءة أم خديجة رضي الله عنها وأرضاها ترجمة نانسي قنقر